إشهدات دولية وعربية وإقليمية واسعة بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غز الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدور الحاسم اللي قام به في هذا الملف صحيحيا نرحب في فقرتنا نهارده بالأستاذ عبدالناصر أنديل الباحث والمحلل السياسي نورنا في استوديو صباح الخير يومصر صباح الخير أرحب عليكم نورنا صباح الخير طيب في البداية هذه الهدنة يعني إحنا في انتظار إعلان موعد نهائي لتنفيذها وبدء تطبيقها لكن الحياة الدور المصري هو دور مهم جدا وشاء من شاء وأبى من أبى هو دور فعال ودور كان لابد أن يكون موجودا ده حتى يمكن بإجماع كل الأطراف حيث أعرف من حضرك رؤيتك للدور المصري وإزاي قدرت مصر أنها تفرد رؤيتها أعلنت عنها منذ بداية هذه الحرب شوفي خلينا أنا عايز أبدأ معاكي شوية نرجع لورا أن البعض قد يعتقد أن النجاح المصري ورسوخ الدبلوماسية المصرية في مواجهة هذه الأزمة هو حدث طارق يستحق الاحتفاء وده مش حقيق الدولة المصرية خلال العشر السنين الماضية تعرضت لعدة اختبارات فيما يتعلق بدبلوماسية فرض الأمر الواقع عليها وكيف التفت حوله وفرضت تصورها لإدارة المنطقة بداية من محاولة الذهاب بنا للتورط في السيناريو السوري ورفضت مصر تماما تحريق قوتها إلى سوريا وده كان مؤشر سمح للدولة السورية أن تتعافى من الأزمة وأن تستعيد وجودها مرة تانية وأن نرى نفسنا أمام دولة سوريا حقيقية مستنقع اليمن حاول البعض جر مصر إليه أيضا ونجحت مصر في أن تفرض رأيها والآن الإرادة المصرية والدولوماسية المصرية لها تأثير غير قليل ولا ضعيف فيما يتعلق بإدارة باب المنبل السيناريو الليبي وده كان سيناريو الثالث واستخدم فيه دم المصريين الشهداء الذين سقطوا على الأراضي الليبية كمحاولة لطورة مصر ورافضت مصر تماما وبالتالي الدبلوماسية المصرية دبلوماسية لديها من العراق ومن الهدوء ومن الكياسة ومن الرؤية الاستراتيجية ما مكنها من تجاوز هذه الأزمة لو جينا للموقف الحالي فيما يتعلق به الأوضاع في غزة عايز أقول لك أن الدبلوماسية المصرية والكلمات التي صدرت على الرئيس الجمهورية عن ممثل السلطة التنفيذية كلمات تستحق التدريس مصر استعادت قاموس لم يكن لعقود سابقة موجودة شفنا إزاي الدولة المصرية تتحدث بصراحة عما يسمى الاحتلال بشكل واضح ولا مواربة فيه هذا الاحتلال وده متسق مع رأي مصر فيما يتعلق باتفاقيات أسلو وما وصلت إليه المفاوضات بين مصر وبين الدول العربية وبين دولة الكانو السهون الحديث عن حق المقاومة مصر لم تدن حق المقاومة في أن تمارس ضغطها باستخدام السلاح لاستعادة حقها التاريخي وبالتالي ده كان رؤية مهمة جدا الكلمات اللي صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة رجعتنا لي مغزون من الذكريات مع ميراس الكلمات الوطنية المعززة للكرامة اللي كنا عايشينه في الستينات والخمسينات شفنا كلمات واضحة لم ورابة فيها جملة زي أن القضية الفلسطينية لن تتم تصفيتها وفي كل الأحوال لم يتم تصفيتها على حساب الدولة المصرية الحديث على أن مصر اختارت السلام في وقت كانت أبواق الحرب أعلى ولكننا آثرنا السلام واخترنا اختيار طوعي لأنه كان إرادتنا الحديث على أن مصر لم تعد تحتمل ما يحدث لأشقاءنا وبالتالي لما وصلنا بقى لمشهد الاستعراض العسكري اللي قامت به الفرقة التانية في الجيش التاني في الجيش المصري في تفتيش الحرب كان إعلان واضح أن مصر بدأت تستخدم الدبلوماسيا الخشم وده كان نقطة مهمة جدا لو لاحظنا أثارها بقى على المستوى الدولي فرنسا تغير موقفها بنسبة 180% فرنسا اللي اتكلمت من داخل إسرائيل على أنها حرب ياخدها الكيان الصهيوني نيابة على العالم ضد التطرف الإسلامي بعد سوايعات كان موجود في القاهرة بيغير كلامه بيصوت في الأمم المتحدة مع الرأي المصري بيعلم بشكل واضح إدانتوا ليه جرائم إسرائيل وده ما كانش موجود جترش لما جي مصر لعمل عملة الأمم المتحدة وحديثه من مصر اللي أنا رأيي أنه يعني لأول مرة مصر تستعيد الأمم المتحدة كمنصة تستخدمها الدبلوماسية المصرية للتعزيز والتسويق لوجهة النظر المصرية في إدارة هذا الصراع الرئيس الأمريكي وفتح قناة الاتصال بشكل واضح الحديث عن الدور المصري الملموس والواضح وحتى حديث دولة كان السويوني على أن الهدنة رهن بقبول مصر وتأيتها لها ودعمها لهذه الهدنة ده معناه أن الدور المصري هنا كان مهم جداً ولازم نحطه في صياقه ولازم نفخر بي أنا لسه ما جيتش لحضرتك عند الدور المصري فيما يتعلق بالإغاثة والمساعدات ده نحن لسه ممكن مع الكلام نجيله لأنه دور جبار ما حدش يتخال دولة بتعاني من أوضاع اقصادية مشابهة للأوضاع اللي منمر بيها وفي ذات الوقت بتقوم بهذا الدور مش بتكتفي أنها بتقوم بيه بس في فترة معينة لا ده نحن النهاردة وإحنا بنتكلم مصر تصطف في استاذ القاهرة بأكبر قافلة إغاثة في تاريخ البشرية هتتحرك في اتجاه القطاع ده معناه أننا بنتكلم على دولة استعادة مكانتها دولة أصبح لها الحق والقوة في فرض إرادتها سواء بالخطاب الدبلوماسي اللي أنا رأيي أنه هو بأشكاله المختلفة قادر على أن نفرض نفسه مصر فرضت نفسها بدبلوماسيات الحوار وفي ذات الوقت فرضت نفسها بدبلوماسيات السلاح لتنين أوصلونا للحظة إحنا كنا يعني من نتمنها ومن أحلم بيها أن يتوقف هدير الحرب على أشقائنا بعض الوقت حتى يلتقطوا أنفسهم وحتى نستطيع مدواد بعض جرعا كل هذه المواقف قدت بنا في النهاية إلى أن مصر طلع بدور مهم جدا في الوساطة لإقرار هذه الهدنة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هل من وجه نظر حضرتك شايف أن الهدنة دي فيه بالإمكان تمديدها؟ أنا رأي أنها قابلة بشدة للتمديد مصر كان هدفها الأول وده أعلنته مصر في أكتر من خطاب وكان آخرها خطاب رئيس الوزراء في البلمان المصري منذ عدة أيام أن مصر تسعى بشكل مبدئي إلى وقف القتال وقف الحرب ضد أشقائنا لانتقاط الأنفاس والقدرة على قياس الحالة ومعالجتها ولو لاحظنا مع بعض مبارح بعد مجرد إعلان البيان الخاص به وجود اتفاق خدنا سيبدأ تنفيذه في لحظة ما سيعلن عنها خلال الساعات القادمة سمح بدخول 15 ناقلة وقود إلى القطاع سمح بتسعين شاحنة مواد غزائية ومواد غزائية ده ما كانش موجود وبالتالي وقف القتال في حد ذاته ده خطوة أولى ماينفعش نتكلم عليه باعتباره أنه نهاية لهذا الصراع لأنه على الأرض الأوضاع لم تحل بعد لكن احنا النهاردة وصلنا أن احنا نوقف القتال ضد أشقائنا نسمح بعدد من الساعات يقدروا يدفنوا شهدائهم فيها احنا شفنا مبارح مناظر مؤلمة احنا عايز أقولك أن من 7 أكتوبر هناك شهداء ما زالوا على قارعات الطرق هناك مباني لم ترفع منها الجسس حتى الآن ما تقدرش تحدد عدد الجرحة اللي عندك ولا عدد الأشخاص المفقودين لأنك ما بتقدرش تتحرك من كم يوم كنت بغطي يوميات الحرب لأحدى الفضائيات فجئتي وأنا بقرأ تقرير وزارة الصحة أن مجمع الشفاء الطبي هناك مسيارة عسكرية إسرائيلية بتضرب أي شخص بتحرك بين المباني بين المباني مش بقى بيضرب حد بيخرج من المستشفى كنت مجزارة بكما تدرى حتى الأطباء غير قادرين على أنهم يروحوا لأقسام الطوارئ عشان يعالجوا الجرح النهاردة لما تاخد قرار بوقف لمدة أربعة أيام لحركة الطيران في القطاع إن شمال قطاع غزة اللي إسرائيل بتعتبره منطقة يعني للإبادة الكاملة يوقف فيها لست ساعات حركة الطيران يسمح بدفن الشهداء يسمح بدخول سيارات للإغاثة ده معناه إننا منبدأ خطوات وأعتقد إن مصر وعي عشان كده لو رجعنا خطابات مصر أمس فيما يتعلق بالإعلان عن اتفاق الهدنة هنلاحظ إن مصر لا تتحدث عن اتفاق وفقط مصر تحدث عن مقدمات ستستمر حتى نصل إلى لحظة يتم فيها الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية جملة تكررت في كل خطاب للدولة المصرية وكأنها بتعلن إن لا اتفاق ولا نهاية لهذه الأزمة إلا بالوصول لجدوى الزمن يتعلق بهذه القدس أستاذ عبد الناصر الحقيقة لو بصينا للمشهد كده وكل أطرافه والتصريحات اللي بتخرج من الأطراف المعناية بهذا الاتفاق هنلاقي مشهد يعني برضو يستدعي التوقف عنده قليلا الهدنة تمر اتفاق على هذه الهدنة بعد رفض تام من قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفض قاطع أنه لن نتفق مع حماس من بداية الأمر ونحن هنقدر نحق أهدفنا الاستراتيجية بقوتنا وما إلى ذلك وعرضت خطتها وتجويع الفلسطينيين وما إلى ذلك الآن إسرائيل تبرع بين يمين نتنياهو خرج بيبرر أصلا للداخل الإسرائيلي لماذا هذه الهدنة مهمة ولماذا أصلا يجب الموافقة على هذه الهدنة ده على جانب على جانب آخر يخرج أيضا بين يمين نتنياهو ووزيرة دفاع الإسرائيلية تحدث أن القتال مستمر بعد هذه الهدنة ومتد بعد هذه الهدنة بعد الأربع أيام سؤال حضرتك يا فندب أولا الدمانات لعدم حدوث أي نوع من أنواع خرق هذه الهدنة وأيضا على جانب آخر هذه الهدنة تخدم أي طرف يعني بكل تأكيد هي الهدنة في الأول وفي الآخر أهم حاجة المدنيين بكل تأكيد ولكن بالنسبة للأطراف تخدم أي طرف أكثر يا فندب شوفي أنا عايزة أقولك أن الهدنة كانت مطلب أممي وبالتالي كافة الأطراف سواء الفاعلة نحن نتكلم على الأطراف الفاعلة ستة أطراف رئيسية نتكلم على الكيان السهوني نفسه نتكلم على حماسه على السلطة الفلسطينية نتكلم على الإدارة الأمريكية والدولة القطرية ومصر الست أطراف الفاعلة الرئيسية سعد بشدة لأن العالم لم يكن يحتمل استمرار هذا القتال لم يعد العالم محتمل للمجازر ضد العزة للفلسطينيين بدأت المظاهرات في مختلف دول العالم كمان الداخل الإسرائيلي بدأ يضغط بقوة من أجل أسراه لدى الدولة الفلسطينية وبالتالي الكلام هنا ما بقاش ينفع فيه لهجة الخطاب المتعالي أو الخطاب العنتاري اللي الإدارة الإسرائيلية كانت معتقدة أنها دخلة في نزهة ستنهيها في عدة أيام وتبيد القطاع أو تجبره على الانفجار في اتجاه الحدود المصرية وكان ينتهي الأمر لا احنا شفنا خطاب متنامي من الدولة المصرية فيما يتعلق بحماية حدودها واستعداد مصر للوصول إلى أي مدى في إطار هذا الدفاع وده كان رسالة للداخل الإسرائيلي يمكن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطاب رئيس الوزراء في البرلمان تحدث عن بدء خطوات ربما لتدخل مصري لتأمين أشقائنا وبالتالي ده كان لازم يتحط في الأطباب لأن مصر كلمتها هنا مش مجرد كلمة وده كان جزء مهم نقطة تانية أن الدولة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بدأت تستوعب مخاطر خسارتها للشرق الأوسط بأكمل وده كان واضح عندنا بشكل كبير عشان كده أنا شايف أن الأطراف كلها كانت حريصة علي الكل مستفيد احنا بتكلم على 150 قصات 50 هيخرجوا النهاردة ربما التمديد يكون بيجيب أعداد أكبر وبالتالي الجميع سيستفيد من هذا الأمر بشرط الحفاظ على الهدوء عند التعامل مع المواقف